اعينونا على قتلكم وادفعوا لنا حتى لا نجوع ونحن نسفك دماءكم باللا منطقي هذا طالب محافظ السويداء نمير مخلوف تجارها بدفع اتاوات لاطعام ميليشيات اسد والتي تحتاج للمساعدة بعد ان انهكها الجوع والفقر والتعب مخلوف برر للتجار مطلبه بحسب ما ذكر موقع السويداء ANS بالمساعدة على القضاء على ما سماها العصابات التي تخل بالامن في المحافظة وهدد بالفصل من غرفة التجارة لكل متخلف عن الدفع الجيش الذي تحدث عنه مخلوف هو ذاته تلك الميليشيات التي وصلت للسويداء بهدف القضاء على المظاهرات التي اندلعت فيها فيما حذر ناشطون من حملة تعفيش لمنازل المدنيين تنفذها ميليشيات اسد وايران بحجة محاربة العصابات تقارير عدة اثبتت تورطها وارتباطها المباشرة مع النظام نمير مخلوف قريب بشار اسد هو ذاته الذي هدد بتأديب السويداء ولو تطلب الامر سحب جثث اهلها في الشوارع في تسجيل صوتي سرب له خلال حديثه مع مدير المخابرات العسكرية والذي سعى من خلاله لنشر ثقافة البطش والخوف وافصح تماما عن عقلية ميليشياته ونظامه الاجرامية تهديدات ضرب بها اهالي السويداء عرض الحائط نحن طلبين كرامي بشكل سلمي نحن رجال سلم ورجال حرب مظاهرات اندلعت باكثر من ثلاثين نقطة في المحافظة قالوا انها رفضا لقرارات ميليشيا اسد التي فاقمت معاناة المدنيين والتي فيما يبدو ان فرض الاتاوات على التجار لن يكون اخرا وصلوا بالحاجة اللي مش حاجز بالذول ما يلحقنا ما يجمعنا